إلى جوار هذه البيوت المتهالكة والخيم المتواضعة في قرية الأعشار جنوب غربي منطقة كريش في محافظة لحج وجد النازحون الهاربون من جحيم الحرب هنا ملاذا شبه آمنا ليكتبض بهم المكان أنا كقاطن في الأعشار عندي أكثر من ست أسر يعني تصوروا مدى التعب والقهد علية وعلى هذه الأسر يعني الكثير أكثر من ست أسر أو ثمان أسر يعني من ناحية المياه من ناحية المأوى من ناحية المسكن من ناحية الصحة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها والنقص الحاد في مياه الشرب والمواد الغذائية إلا أن الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية لم تلتفت إليهم لتبقى حياتهم عرضة للحرمان بينما تتهددهم الأمراض أيضا ما معايش شكان وينك خققون منه شكان الحويت خققون منه وين عقبلونه فيه يوقحون يا أخي كتوشة منذ عام ونصف تقريبا والجميع هنا يتقاسمون عناء العيش في ظل وضع إنساني صعب للغاية ويتعقد كل يوم مع انتشار الأوبئة والزواح في السامة السكان اللي أسكن فيه يمكن يضع خمسة متر في مترين حقه العضو نحن 11 رمضا داخله والتعابين أكثر والله أكثر من 16 تعبان الذي قتلته وما نحن موجودين إذن لأمل يبدو في قاموس نازحي قركرش بالخروج من هذه الحالة فالكل هنا دفعتهم الحرب على نحو غير مألوف إلى رحلة عذاب يومي لا يبدو الخروج منها قريبا